الكشف عن تحويل مبنى إداري مبنى مكاتب في فيينا إلى شقق بشكل غير قانوني وإن كان صاحب أو مستأجر هذا المبنى بيستخدم أو بيستغل هنرجع ونقول برضو اللاجئين السوريين بيدفعوا مبالغ كبيرة جدا في السكن والمكان نفسه غير معد للإستخدام كشقة يعني ده مكاتب فبتبع بتفتقد لكل هو طبعا الراجل قسمها وعملها شقة وسكن الناس فيها وكان متحكم فيهم والشرطة طبعا دخلت السبت الماضي وأبضت عليه نعم نعم يعني برضو حاجات زي دي إجرام من نوع آخر يعني ده استغلال برضو من نوع آخر ليه ما بنشغلش دماغنا للإفادة لإفادة الدولة اللي انت عايش فيها ان انت تقدر تقدم لها بعض الحاجات ويكون هناك إشادة بدل عملية الاستياء اللي موجودة حاليا يعني طبعا الشخص العراقي اللي قام بتحويل هذا مبنى المكاتب يقال انه حتى سابقا كان مكتب أو بناء لتابع للامس لدورات اللغة الألمانية أو شيء من هذا القبيل يعني وهذا الشخص على أي أساس دخل فيه وحولوا لشقق وقام بتأجيره مع الأسف يعني نحن عشرات السوريين كتبوا لنا بالتعليقات وبالرسائل انهم مع الأسف تم الاحتيال عليهم من خلال هذا الشخص سوريين وغير سوريين طبعا ولكن لأنه يوجد دائما استغلال لأزمة السكن الحاصلة في فيينا وفي نفس الوقت يوجد فوضى بعدم متابعتها أولئي الأشخاص يعني كيف بتم البناء تحويله وسرقة كهرباء أكثر من 25 حالة سرقة كهرباء يعني تخيل لا إزاي حصل التسجيل أصلا بتحس حالك بلغداد بتحس حالك بدمشق بتحس حالك التسجيل الأنواني صراحة بتحس حالك يعني فوضى فوضى بصراحة فوضى فوضى كارثية فوضى كارثية إن كانت من هالأشخاص المهملين أو اللي بصراحة الانتهازيين بيحاولوا يستغلوا هالناس أو من خلال الدولة من خلال السلطة من خلال الشرطة المساوية من خلال حكومة فيينا اللي هي فعليا نايمة على ودانا صراحة مع هيك تصرفات أنا أجدد وأدعو مرة أخرى وثانية وثالثة كل شخص كل شخص استأجر شقة ويشعر أن هناك احتيال ما أو هناك شيء واضح بإمكانه إما يتواصل مع الشرطة أو يتواصل مع أي جهة سيادية موجودة هنا في النفس أو يا سيدي يتواصل معنا نحن نحن بنسلط الضوء على هذا الشيء ومننشر ومنكشف كل المعلومات اللي بتشير لحالات الاحتيال الإعلام يا سيد الكريم هو أقوى سلطة اليوم اللي عنده شيء اللي عنده شيء بيوثقه يشغل تليفونه بيلقط صورة بيلقط فيديو بيسجل محادثة بيسجل أي شيء لأشخاص يعتقد أو ممكن يكون في عندهم أو بيحاولوا يمارسوا الاحتيال بالضبط أو النص فبالتالي فبالتالي يا سيد الكريم حتى لو أنت يا شب يا سيد يا عائلة سورية أو عربية أو مهما كانت تكون حتى لو كنت بيأمسل حاجة لهذه الشقة بتشعر أنه فيه استغلال معين إلجأ إلى القانون إلجأ إلى الإعلام افتح توك توك افتح لايف افتح عمل أي شيء واكشف هؤلاء الأشخاص حتى يمكن اكشف هؤلاء الأشخاص التعامل معهم يعني بما يليق يعني هو 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 احتل بناية وحولها لشقة طب ما بعرف قديش كم شقة وعشرات الأشخاص وعشرات الأشخاص اللي يسكن وما شعروا أنه فيه شي غلط ما شعروا أنه فيه كهرة لو محتاجين طبعا لو محتاجين يعني بقصد أنه يفترض يا سادة يا كرة يعني واحد قاعد في الشارع حتى لو أنتوا بيمثل حاجة يروح يشتكو ما في شي اسمه والله رح يشتكي وخايف يطلعني ما هو أنت رح تنتصب عليك أنت رح ينتصب عليك بمبلغ التأمين بمبلغ الأجار ويمكن يطلع عليك قضية تقولك أنت بسارق كهرباء وقعد خلاص بقى إذا بيخلص الشخص يعني دايما الساجر شقة بعدين اكتشفتوا أنه هاي الشقة أخذ كهرباء بشكل مسروق يعني على الفكرة رح تتعاقب أنت رح تتعاقب مش صاحب الأجار مش صاحب البناء لا أنا سؤالي مين سجلهم دول يعني إزاي رحوا سجلوا أماكن السكن بتاعتهم والأعادين بدون سكن يعني فيه الموضوع الميدل ست اللي تعمل إزاي فيه منظومة فساد متكاملة يعني الأشخاص اللي عم بيشتغلوا يشتغلوا محترفين هذا العراقي هذا محترف محترف بالاحتيال على الناس من خلال موضوع الشقة وكيف عم يعمل الله أعلم بصراحة يعني هي دي الناس المفروض مالهاش مكان هنا في النمسا في المجتمع مفروض مفروض بصراحة ولكن احنا فعلا بننتظر إلى نتائج التحقيقات لنشوف شي اللي بده يطلع من هذا الأمر